أبناء طلاب الصف الثاني الثانوي في كل بقعة من بقاع أرضنا الحبيبة المحروسة مصر أهلا بكم في لقاء يتجدد مع لغتكم الجميلة اللغة العربية وطبعا بيسعدنا أن نحن نواصل معا شرح قصة وإسلامات طبعا وقفنا في الحلقة الماضية عند أحداث الفصل السابع طبعا آخر ما شرحناه في الفصل السابع هو الموقف اللي جمع قطز بالحج علي الفراش وموسى عندما لطم قطز ثم لعنه بأبيه وأمه ثم بكى قطز بكاء شديدا فقال الحج علي الفراش لقطز هل تبكي من هذه اللطمة من شاب ضعيف فقال له قطز سامحك الله يا حج علي إنما أبكي لأنه لعنني بأبي وأمي وهما أفضل من أبيه وأمي فقال الحج علي الفراش لا يا قطز أنت أفضل منه نعم ولكن أباه وأمه أفضل من أبيك وأمك فيكفي أن أباه أو أن أبويه مسلمان وشرف الإسلام يعلو فوق كل شرف فقال قطز للحج علي سامحك الله يا حج علي وهل تعتقد أن أبي وأمي كافران طبعا الحج علي ما كانش يعرف حقيقة قطز زي ما احنا عارفين ما حدش يعرف أن قطز هو محمود وهو ابن ممدود وابن جهان خاتون أخت جلال الدين وجده هو رزمشاه لم يكن أحد ليعرف هذه الحقيقة أبدا فالحج علي بيقوله أني أنت أفضل من موسى هذه حقيقة لكن أبوك أو أبو موسى وأم موسى هما أفضل من أبيك وأمك يا قطز ليه؟ لأن أبويه مسلمان وشرف الإسلام يفوق كل شيء فهنا قطز هيضطر يصرح بالحقيقة للحج علي ويقوله إن أبي وأمي مسلمان ثم يسرد له القصة كاملة فيعرف الحج علي في هذا التوقيت حقيقة قطز وأنه من سلالة الملك وأنه حفيد هو رزمشاه وأن خاله هو جلال الدين هنا يقول الحج علي الفراش وكلنا يعلم أن الحج علي الفراش كان خادما في قصر ابن الزعيم وإحنا اتفقنا أن الشخصية دي أمي جدا نعرف من هو ابن الزعيم طبعا ابن الزعيم هو سري من أثرياء دمشق كان رجلا غنيا وعندما نوجز تعريفا بابن الزعيم نقول هو مثال للغني الشاكر مثال للغني الشاكر فما معنى الغني الشاكر أنه كان غنيا وأنه كان ينفق على الفقراء وعلى المساكين وعلى اليتامة فكان يشكر ربه على هذا المال الذي منحه الله إياه ده نموذج للغني الشاكر هو ابن الزعيم كان عنده قصر فقال الحج علي الفراش والذي كان يعمل خادما عنده قال لي قطز يا قطز سأخبر ابن الزعيم مولاي بحقيقة أمرك وهو كان يقدر جلال الدين ويقدر خوار زمشاه ولا شك أنه سيخلصك مما أنت فيه وبالفعل أبناء الطلاب أخبر الحج علي ابن الزعيم وابن الزعيم استطاع أن يأخذ قطز من الوصي دون علم موسى فانتقل قطز في أحداث الفصل السامن من عند موسى إلى ابن الزعيم السؤال هنا شوفوا ازدادت آلامه أو الآلامه على قطز في بيت ابن الزعيم كيف ذلك سؤال جميل ازدادت الآلام على قطز في بيت ابن الزعيم كيف ذلك أبناء الطلاب ازدادت الآلام هل تتوقعون أن هذه الآلام سببها معاملة ابن الزعيم السيئة لقطز قلنا أن قطز انتقل قلنا إن قطز انتقل إلى بيت ابن الزعيم أو إلى قصر ابن الزعيم والسؤال هنا ازدادت الآلام فهل الآلام هنا سببها معاملة سيئة من ابن الزعيم إلى قطز بالطبع له بالعكس تماما فابن الزعيم كان يعامل قطز معاملة الملوك أنه ابن ملك هو يعرف الحقيقة حقيقة قطز ولكن المشكلة أن قطز تخلص كما قلنا من أذى مين من أذى موسى طيب كان فيه مصيبتان عايزين نعرف النقطة دي لأنها مهمة إحنا دلوقتي قطز بعد فراق جل نار عنده إيه عنده مصيبتان الأولى هي إذا موسى له طبعا كلنا عارفين كيف كان موسى يعامل قطز معاملة سيئة جدا أما المصيبة الأخرى كلنا عارفينها فراق جل نار ودي حكينا بالتفصيل كيف حدث هذا الفراق طيب لو أنا سألتك دولة المسطين اللي قدامنا أي مصيبة كانت أكبر على نفس قطز أعتقد فراق جل نار يعني أنا أستطيع أن أتحمل إذا شخص ولكن لا أستطيع أن أتحمل فراق المحبوبة التي كانت منذ الصغر معي طيب هو الآن في بيت ابن الزعيم تخلص من إحدى المصيبتين اللي هي إيه إذاء موسى هو تخلص من إذاء موسى طيب طبيعة الحياة عندما يكون المرء متعرضا لمصيبتين إحداغما خفيفة والأخرى شديدة من الممكن أن تلهي المصيبة الخفيفة هذا الشخص عن المصيبة الشديدة يعني ممكن المصيبة الخفيفة تنسي الشخص المصيبة الشديدة التي تعرض لها ولكن بمجرد انتهاء المصيبة الصغر اللي هي الخفيفة تطبق المصيبة الكبرى الشديدة عليه من جديد وهذا ما حدث أبناء الطلاب عندما ذهب عند قصر ابن الزعيم هو تخلص من مصيبة إذاء موسى ولكن سرعان ما تذكر من جديد مصيبة فراقي جل نار عشان كده الإجابة عن السؤال واضحة ان ازدادت الآلام عليه عندما تخلص من موسى اهو عاودته ذكرى جل نار طيب شوفوا بقى ابن الزعيم والمعاملة الجيدة جدا لقطز كيف اهتم ابن الزعيم بقطز اوصل حج علي الفراش ان يهتم به ليكسر الحزن في قلبه يعني تخيلوا معايا الاصل العالي لابن الزعيم هو يعرف ان قطز من ابناء الملك ومن ابناء الملوك لدرجة ان ابن الزعيم فقر في ان يعطي قطز حريته وان يعطيق قطز نعم فقر في هذا ولكن الذي منع ابن الزعيم هو كيف يتصرف قطز وحده منفردا في دمشق ليس عنده اهل وليس عنده مال تخيل معي هذا الاصل العالي وهذا التفكير الراقي لابن الزعيم عندما عرف اصل قطز فابن الزعيم اراد ان يمنح قطز حريته ولكن حرص ابن الزعيم الشديد على قطز جعله يبقي عليه في قصره طيب جي نقطة النقطة الثانية قطز في حالة من الحزن تخيل ماذا يفعل ابن الزعيم هنا ابن الزعيم يفوض الحج على الفراش في ان يسلي قطز وان يخرجه من حالة الحزن التي هو عليها ما هذه المعاملة الجيدة ارحموا عزيز قوم ذل هكذا تصرف ابن الزعيم بهذه المقولة مع قطز لذلك بدأ الحج علي الفراش يحاول بكل الطرق ان يخرج قطز من حالة الحزن التي هو عليها ولكن قطز خرج من حالة الحزن التي هو عليها بالتعلق بالعبادة فبدأ قطز يلجأ الى المسجد ليعبد الله ويتعلق قلبه ويتعلق قلبه بالعبادة وهنا سيظهر او ستظهر شخصية اخرى في احداث القصة فما تلك الشخصية التي سيتعرف عليها قطز انها شخصية العالم الجليل الشيخ العز ابن عبد السلام هذه الشخصية اذا اردنا ان نعرفها تعريفا دقيقا وفيه اجاز شديد نقول كان مثال للعالم التقي الورع الشيخ العز ابن عبد السلام لا يخشى في الله لوم تلائم كان الشيخ العز ابن عبد السلام خطيبا لاكبر مسجد في دمشق وهو المسجد الجامع المسجد الجامع في دمشق والمسجد الجامع هو ذلك المسجد الذي يجمع اكبر عدد من المصليين كيف يسميه مسجد جامع وكان هذا المسجد من بناء ابني امية للمسجد الجامع الأموي أو المسجد الأموي الجامع فكان ده أكبر جامع في دمشق وكان هذا العالم الجليل الشيخ العز بن عبد السلام خطيبا في ذلك المسجد وكان رجلا تقيا نقيا صالحا لا يخشى إلا الله يقول الحق ولو على رقبته هذا مثال ونموذج للعالم التقي الورع الشيخ العز بن عبد السلام كانت هناك علاقة تجمعه بمن؟ بابن الزعيم يبقى الشيخ العز بن عبد السلام خذوا بالكم عشان يعرف الشخصيات والربط بينها في أحداث القصة يبقى الشيخ العز بن عبد السلام كانت تجمعه علاقة بابن الزعيم هل هذه العلاقة علاقة مصلحة أم علاقة حب في الله؟ الحقيقة أبناء الطلاب والمواقف تشهد أن هذه العلاقة كانت علاقة حب في الله لأن ابن الزعيم كان رجلاً صالحاً كما ذكرنا كان مثالاً للغني الشاكر وكان كذلك الشيخ العز بن عبد السلام رجلاً عالماً عابداً تقياً ورعاً فجمع هذين الاثنين الحب في الله تعالى عشان كده قطز لما بدأ يتعلق قلبه بالعبادة وبدأ يذهب إلى المسجد فسمع هذا الشيخ فتعلق بهذا الشيخ أعجب به وتعلق قلبه به وفي مرة من المرات كان الشيخ العز بن عبد السلام في زيارة لابن الزعيم كان الشيخ العز بن عبد السلام في زيارة لابن الزعيم وخرج قطز يقدم مشروباً للشيخ العز بن عبد السلام ثم انصرف فقال ابن الزعيم للشيخ هل تعرف من هذا الشخص فقال الشيخ لا اعرف فابن الزعيم قال للشيخ ان قطز دائما يذهب الى المسجد ويستمع لدروس علمك فقال الشيخ الازد بن عبد السلام نعم انا لمحته وهو يجلس يعني من قصرة تردد قطز على المسجد الشيخ لمحه لان الشيخ عندما يخطب ينظر لجميع الناس فقال ابن الزعيم للشيخ الازد بن عبد السلام حقيقة قطز قال له ان هذا الغلام هو ابن جهان خاتون وخاله جلال الدين وجده هو خوار زمشاه فعرف الشيخ الازد بن عبد السلام حقيقة قطز فقال هذه القولة الجميلة رحم الله جلال الدين طبعا كلنا عارفين جلال الدين وجهده ضد التطار رحم الله جلال الدين فقد كان مجاهدا طبعا يجاهد التطار ولولا الخطيئة القبرى التي وقع فيها لكان له شأن آخر والخطيئة هي هجوم جلال الدين على بلادي المسلمين فدع الشيخ لجلال الدين أن يرحم الله جلال الدين ويغفر له زلته التي وقع فيها وهي هجومه على بلادي المسلمين طبعا أبناء الطلاب هنا عارف الشيخ العز بن عبد السلام حقيقة قطز عشان كده تعالوا نشوف السؤال تطورت حياة قطز الدينية في بيت ابن الزعيم وضح بدأ يحافظ على الصلوات لأوقاتها ويحرص على النوافل ودروس العلم خاصة درس ابن عبد السلام اللي هو الشيخ العز بن عبد السلام وأكثر من تلاوة القرآن كان ابن الزعيم مثالا للغني الشاكر وضح لم ينسى حق الله في ماله فكان يخرج زكاة أمواله ويؤدي حق دينه ووطنه فكان يسعى لتخفيف النكبات المصائب يعني التي تحل بوطنه كيف توطدت علاقة قطز بابن عبد السلام بعد زيارة الشيخ لبيت ابن عبد السلام ورؤيته له ومعرفته قصته من ابن الزعيم قربه إليه في مجلسه خلاص ده عارف اللي ده أبناء من أبناء الملك وأحبه ووثق به هو وابن الزعيم لرجاحة عقله وحصافة رأيه فكان يحملانه الرسائل فيما بينهما طبعا ودي قصة مهمة جدا عايزين نعرفها شوفوا أبناء الطلاب الأحداث التاريخية أو الموقف التاريخي في هذه الآونة لابد من التعرف عليه حتى نفهم ما طبيعة الرسائل التي كانت بين ابن الزعيم وبين الشيخ العز بن عبد السلام شوفوا إحنا طول عمرنا يا أولاد عندنا مصر والشام هذه وحدة واحدة ملك مصر هو ملك مصر والشام ولكن نتيجة لظروف حدث انقسام فأصبحت مصر في جهة وأصبحت الشام في جهة أخرى فأصبح ملك مصر في هذا الوقت تحديدا هو الملك الصالح نجم الدين وأصبح ملك الشام وهي الأرض التي نتحدث عنها الآن يعني مكان القصة دلوقتي في الشام اللي فيها طبعا قطز اللي فيها ابن الزعيم أيضا الشيخ العز بن عبد السلام خدوا بالكم لازم نعرف ده تمام كده كل موجود فين في الشام طب من ملك الشام ملك الشام هو الصالح إسماعيل ملك الشام هو شخص يسمى الصالح إسماعيل والحقيقة هذا لقب الصالح ولقب ليس في محله أصلا لأن هذا الرجل كان طالحا ونقصد طالح ونقصد طالح يعني فاسد هنا نأخذ مقارنة بين الصالح نجم الدين ملك مصر الصالح إسماعيل ملك الشام الصالح نجم الدين ملك مصر كان ملكا كل همه مصلحة البلاد والعباد أما الصالح إسماعيل ملك الشام فكان ملكا كل همه أن يكون على كرسي الزعامة والقيادة فقط هو لا يفكر في مصلحة البلاد ولا العباد هو همه الأكبر أن يحافظ على منصبه وعلى سلطته تخيل أن هذا الطالح إسماعيل من أجل أن يحافظ على المنصب اتفق مع من عقد اتفاقا مع الفرنج اللي هم مين الحملات الصليبية التي كانت تاجم على بلاد المسلمين في هذا الوقت يعني أنا عندي عدو بياجم على بلاد الإسلام يجب على كل حاكم وملك في هذا الوقت أن يجهز الجيش من أجل الدفاع ومن أجل صد هذه الحملات الشرسة ولكن الصالح إسماعيل ماذا فعل عقد اتفاق يبقى خدوا بالكم يبقى عقد اتفاق يبقى الاتفاق هنا بين مين ومين بين إسماعيل من جهة وبين الفرنج من جهة أخرى لهم الصاليبيين هذا الاتفاق ما مضمونه مضمونه أن يساعد الفرنج إسماعيل على أن يدخل مصر ليأخذها من نجم الدين تخيل إبقى إسماعيل يتفق مع الفرنج مع الأعداء من أجل أن يدخل مصر ليأخذها من نجم الدين هذا الاتفاق هذا الاتفاق يدل على خصة هذا الملك وعلى فساده بل والأدهى والأمر أنه أعطى لهم بلاداً من بلاد المسلمين ثمناً لإتمام هذا الاتفاق أعطاهم حمص أعطاهم حلب أعطاهم بلاداً من بلاد المسلمين ثمناً من أجل إتمام هذا الاتفاق تخيل بعد ما قلت لك صفات الشيخ العز بن عبد السلام وابن الزعين هل تعتقد أن الشيخ العز بن عبد السلام سيقف مع إسماعيل أم مع نجم الدين بالطبع سيقف مع نجم الدين طبعاً طبيعة الرسائل التي بين الشيخ العز بن عبد السلام وبين ابن الزعين ستكون في هذا الشأن في دعم الصالح نجم الدين و في رفض سياسة الصالح إسماعيل الذي يخون الله ويخون المسلمين بأنه يعقد اتفاقاً الأعداء عشان كده ازدادت طبعاً ده نقطة بتتوالى الأسئلة وهنعرف أكثر أحداث الفصل الثامن ازدادت ثقة بن الزعين وابن عبد السلام بقطز دلل على ذلك الدليل على ذلك أنه ما كان يحملانه الرسائل السياسية الخطيرة فيما بينهم أعتقد أنك عرفت الآن مضمون هذه الرسائل كان الصالح إسماعيل خائناً لديني ووطني لأنه اتصل بالفرنج وكاتبه على أن يعينوه على الصالح نجم الدين ملك مصر أو ملك مصر ما موقف ابن عبد السلام من خيانة إسماعيل طبعاً جار بخروجه على الملة على منبر الجامع الكبير في دمشق وأنه ظالم لنفسه وللمسلمين ثم قطع الدعاء له في آخر الخطبة شوفوا يا أولاد شيخ العز ابن عبد السلام عندما علم بهذا الاتفاق طبعاً غلط دمشق غلياناً شديداً وخطب الشيخ العز ابن عبد السلام خطبة قوية خبالك الخطبة فيه في المسجد الجامع الأموي بدمشق اللي الملك على هذه الأرض هو الصالح إسماعيل ألم أقل لك أن الشيخ العز ابن عبد السلام لا يخشى إلا الله ففي خطبة قوية في المسجد الجامع الأموي بدمشق خطب الشيخ العز ابن عبد السلام وكانت الخطبة تدور حول هذه المحاور المحور الأول رفض سياسة إسماعيل وأنه يتفق مع الأعداء ضد إخوانه من المسلمين اتنين تحريم بيع الأسلحة للفرنج يعني الفرنج كانوا ينزلون إلى دمشق يشترون الأسلحة فعلى المنبر وفي الخطبة حرم الشيخ العز ابن عبد السلام من يبيع الأسلحة للفرنج وقال إن المال الذي سيدخل على المسلمين نتيجة بيعهم أسلحة للفرنج هو مال حرام لماذا لأنهم سيستغلون هذه الأسلحة يقصد الفرنج سوف يستغلون هذه الأسلحة في قتال المسلمين في مصر ما هو الاتفاق كده الاتفاق إن جيش إسماعيل اتفق مع جيش الفرنج إن هم يدخلوا على مصر عشان يستولوا عليها من الصالح نجم الدين أيوب إذن لا شك أن هناك مسلمين سيقتلون في هذه مثلهم في دمشق فحرم الشيخ العز بن عبد السلام على تجار الأسلحة في هذا الوقت بيع الأسلحة للفرنج وقال إن المال الذي سيدخل عليكم من بيع الأسلحة هو مال حرام وهنا لازم نقف عشان نربط الماضي بالحاضر أي سلاح يشترى ليضرب به مسلمين هو سلاح حرام بعض الناس وبعض الأفقار التي تهدم المجتمعات يشترون أسلحة ويقومون بتفجيرات هنا وهناك انظر إلى فتوى الشيخ العز بن عبد السلام مال حرام فضلا عن العمل أصلا هو من أكبر الحرومات قتل الأنفس عشان كده الشيخ العز بن عبد السلام في المحور الثاني حرم بيع الأسلحة للفرنج في المحور الثالث هنا قام بالدعوة إلى الوقوف مع نجم الدين حتى ولم يذكر الاسم صراحة ضد اسماعيل وهنا ذكر الاسم صراحة لماذا نجم الدين ملك قوي ملك عادل ملك يخاف على البلاد والعباد وعلى مصلحتهم ولكن اسماعيل همه كما ذكرنا ومصلحته الشخصية من أجل ذلك تمنى الشيخ العز بن عبد السلام أن تكون هناك وحدة حقيقية وأن تعود مصر والشام من جديد تعود وحدة واحدة مصر والشام وما أفضل أن تعود البلاد وحدة واحدة تحت قيادة ملك قوي أمين هو الصالح نجم الدين هذه الخطبة التي خطبها في المسجد الأموي الجامع خرج الناس بعد الخطبة مذهولين وقالوا إن الشيخ العز بن عبد السلام حتما سيقتل أو سيعتقل أو سينفى خارج البلاد وأجمعوا أن هذه آخر خطبة للشيخ العز بن عبد السلام على المنبر لأن الخطبة واضحة فيها تنديد وهجوم شرس على الصالح إسماعيل ملك الشام وفعلا الصالح إسماعيل أصدر أمرا باعتقال الشيخ العز بن عبد السلام وحبسه ولكن جماعة وأنصار الشيخ العز بن عبد السلام كانوا يفعلون ماذا كانوا يقتلون الفرنج الذين ينزلون لشراء الأسلحة أو الذين ينزلون دمشق لشراء الأسلحة يبقى بقبالك يبقى أنصار عايزيني نعرف حتى دي مهم قوي يبقى أنصار الشيخ العز بن عبد السلام هيعملوا ضغط على الصالح إسماعيل فيعملوا قتل الفرنج بس خبالك الفرنج المعتدين الفرنج الذين ينزلون دمشق لشراء الأسلحة مهم جدا نحن لا نقتل إلا من يعتدي علينا فقط فطبعا هنا كثرت الديات على الصالح إسماعيل لماذا الصالح إسماعيل هو ملك دمشق تمام فهو مسؤول عن تأمين وحماية جنود الفرنج الذين ينزلون دمشق حتى ولو كان هناك اتفاق بين الطرفين أنت مسؤول عن حماية الفرنج الذين ينزلون إلى دمشق لشراء الأسلحة طبعا كل جندي يقتل ملوك الفرنج يطلبون مبلغا من المال دية نظير أو فدية نظير هذا الجندي المقتول وأباع الشيخ وأنصار الشيخ يقتلون عددا كبيرا فكثرت الديات على الصالح إسماعيل فاضطر بعد الاعتقال أشخد بالكم عشان نعرف الخطوات يبقى رقم واحد حبس الشيخ طيب بعد ضغط الأنصار وقتل الفرنج ماذا فعل إسماعيل أفرج عن الشيخ بس خد بالك أفرج عن الشيخ لكن مع إيه مع حبسه في منزله وتحديد إقامته في منزله وأن لا يتصل به أحد من أنصاره يبقى هذا ما فعله الصالح إسماعيل يبقى ما فعله إسماعيل إنه أفرج عن الشيخ ماشي ولكن حبسه في منزله لا يقابل أحد لا يقابل أحدا يبقى وضع حراسة مشددة قوية على الشيخ بحيث لا يستطيع أن يتصل بالأنصار طيب ما موقف إسماعيل من خطبة ابن عبد السلام أسئلة بقى بن راجع عن اللي احنا شرحناه أو حبسه ولما زاد أنصارهم من اختطاف الفرنج وقتلهم أفرج عنه لثورة أنصاره ولكنه ألزمه بيته لا يخرج منه ولا يقابل أنصاره طبعا قلنا كيف تم الإفراج عن ابن عبد السلام ثورة الأنصار هنا كان سبباً في الإفراج طب كيف كان ابن الزعيم يتصل بالشيخ رغم من إسماعيل بن عبد السلام من الاتصال بالأنصار خدوا بالكم احنا اتفقنا من شوية أن الشيخ العز بن عبد السلام تم الإفراج عنه و حبسه في منزله تحت حراسة بحيث لا يستطيع الاتصال بأنصاره هنا كانت الحيلة حيلة لجا إليها أنصار الشيخ من أجل الاتصال بالشيخ فما هذه الحيلة الحيلة هي قطز يرتدي زي حلاق أي أن قطز يرتدي زي حلاق تظاهراً بأنه سيحلق أو سيقوم بالحلاقة للشيخ إبه هذه الحيلة التي فعلها الشيخ العز بن عبد السلام لو اتفعلها ابن الزعيم تحديداً للاتصال بالشيخ العز بن عبد السلام وهي أن قطز يرتدي زي حلاق من خلال هذا الزي أنه الحلاق بتاع الشيخ فيستطيع قطز أن يدخل ويخرج من عند الشيخ فأصبح قطز في هذه الفترة هو أكثر الأشخاص قرباً للشيخ لماذا؟ لأن هذه الفترة أو لأن في هذه الفترة لم يستطع أحد أن يتحدث مع الشيخ أو أن يتصل بالشيخ إلا من إلا قطز هو الوحيد الذي كان ينقل الرسائل من الشيخ للأنصار وكانت هذه الرسائل في مجملها عبارة عن استمروا في قتال الفرنج الذين ينزلون لشراء الأسلحة ولا تتخلوا عن الثورة ضد الصالح إسماعيل فده الاتصال أو الحيلة التي تعاملت عشان الشيخ العز بن عبد السلام يقدر يتواصل مع الأنصار طبعا قطز هنا كلمة السر لأن قطز هنا كمان أصبح أكثر الناس قربا من الشيخ ما الرؤية التي رأاها قطز وأسعدت رأى رسول الله يبشره بملك مصر وهزيمة التطار شوف يا أولاد قطز لما بدأت علاقته تصبح قوية مع الشيخ فبدأ يحكي له فحكى له الرؤية فحكى له نبوءة المنجم الأول يبقى خدوا بالكم يبقى حكى له نبوءة المنجم نبوءة المنجم اللي كانت في الفصل الثاني لما المنجم قال لجلال الدين اللي هو خال قطز أنه سيولد في آل بيتك غلام وهذا الغلام كان قطز اللي كان اسمه محمود سيكون له شأن عظيم سيرث الملك عنك وسيهزم التطار فقص قطز هذه النبوءة على الشيخ العز بن عبد السلام ولكن الشيخ العز بن عبد السلام كان رجلا عالما ويعرف أن هذه تخرصات منجمين وأن هذه أكاذيب وأن هذا كلام سحر ودجل فقال له يا قطز كذب المنجمون ولو صدفوا ولا يعلم الغيب إلا الله فلا أحد ما مكان على ظهر الأرض يستطيع أن يتعرف على غيب إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى عشان كده فعشان من أجل هذا قال الشيخ العز بن عبد السلام لقطز هذه أكاذيب وفي مرة أبناء الطلاب استيقظ قطز في الصباح الباكر ووجهه يتهلل بشرا فرحان فانطلق إلى ابن الزعيم فقابل في وجهه الحج عليه الفراش فقال فقال الحج علي يا قطز ما سر هذه الفرحة التي أنت فيها فقال قطز سوف أخبر أولا سيدي ابن الزعيم وبعد ذلك أقص عليك يا حج علي القصة القصة فانتظر ابن الزعيم قطز انتظر ابن الزعيم حتى جاء وقص له ما رآه في المنام يعني قطز رأى رؤية في المنام قام بعدها في قمة الفرحة والسعادة فقال ابن الزعيم لقطز يا قطز انتظر حتى تقابل الشيخ العز بن عبد السلام في لقاء ثم قص عليه هذه الرؤية وانظر ماذا يقول فلما ذهب انتظر هنا قطز حتى حان موعد اللقاء بينه وبين الشيخ العز بن عبد السلام فقص له الرؤية فقال له يا شيخ كنت في المنام ارى انني اجلس على صخرة واضع رأسي هكذا بين يدي ثم جاء جماعة يمططون خيولا يعني فرسان يركبون خيولا فاذا بقائدهم الذي في المقدمة يأتي الي ويضربني ضربة قوية على صدري ويقول لي امهض وسلك هذا الطريق فستهزم او فستصل الى مصر وستملكها امهض وسلك هذا الطريق فستملك مصر يعني ستكون ملكا على مصر وستهزم التطار فاخست انادي هذا القائد تركاني وانصرف ركب فرسه وانصرف فاخست انادي عليه من انت من انت فلم يجبني وجاء شخص فارس من ضمن الفرسان الذين هم خلف هذا القائد وقال لي ويحك الا تعرف هذا الشخص انه محمد رسول الله اذا هنا قطز رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رأى الرسول في المنام فقد رأاه حقا رآه يقول له استك هذا الطريق فستملك مصر وستهزم التطار فلما قص قطز الرؤية على الشيخ قال له ان كنت صادقا فيما تقول ففعلا ستملك مصر فما قاله لك الرسول هو الحق فستملك مصر وستهزم التطار هذه الرؤية التي تهلل قطز لها فرحا وبشرا يبقى السؤال على ما عهد قطز الشيخ العز بن عبد السلام طبعا عهده ان يستشيره في كل شون الدولة يعني لما قطز بقى يملك مصر وتتحقق الرؤية التي رآها عهد قطز الشيخ انه سيعود اليه ويستشيره ويستشيره في كل شؤون الدولة وكذلك عاهده ان يحكم بالعدل وكذلك عاهده ان يحيى سنة الجهاد الجهاد جهاد الاعداء الجهاد هذا المصطلح هو ضد الاعداء فقط ضد من يحاولون احتلال الديار وفقط وليس ضد ابناء الديار الجهاد ابناء الطلاب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ليجاهدوا الا من الا من اعتدى عليهم فقط اما جهاد ضد ابنائنا وضد جيشنا وضد شعبنا هذا ليس بالجهاد هذا قمة التطرف وهذا قمة التخريب فيجب ان ندرك هذه الحقيقة جيدا قطز يتحدث عن الجهاد هنا جهاد التطار هذا العدو الشرس الذي يهجم على بلاد المسلمين فيقتل ويسفك وينهب ويصرق ويحرق ويدمر فقط ما الدعاء الذي دعا به الشيخ القطز هنا دعا الشيخ القطز دعوتين واحد دعا له بان يحقق الله اماني وان يجمعه بكل نار هذه دعوة هذه دعوة ودعا له كذلك ان يحقق الله رؤياه يبقى هناك دعوتان دعاهم الشيخ لقطز اما الدعوة الاولى فهي الدعوة التي تمنى فيها الشيخ ودعا فيها الشيخ ربه ان يحقق الرؤيا اما الدعوة الثانية طبعا ان يجمع الله بينه وبين امته جل نار طبعا ابناء الطلاب هنا نكون قد انتهينا من الفصل الثامن تعالوا بقى نختم بهذا التدريب النحوي الجميل الذي يعبر عن فرحة يعيشها المصريون فتقول الفقرة تحقق الانجاز وحفرت القناة وفرح المصريون واثبتوا للعالم كله انهم اذا ارادوا شيئا تحقق لهم بفضل الله ما ارادوا وبدأت مصر تعود لزمن الامجاد والانجازات فنعم رجالا المصريون السؤال الاول ابناء الطلاب هو اعرب ما تحته خط تحقق الانجاز وحفرت القناة طبعا هنا ابناء الطلاب الفعل حفرت هو فعل مبني للمجهول عشان كده القناة نائب فاعل عايزين نتعلم لما يكون عندي فعل مبني للمجهول يعني الفاعل مش معروف يعني الفاعل مجهول فهنا من اللي حفرت القناة فالقناة نائب فاعل طيب اذا ارادوا شيئا تحقق لهم بفضل الله ما ارادوا عايزين نعرف ما ما هنا اسم موصول تحقق لهم ما ارادوا تحقق فعل طب من اللي تحقق ما ارادوا يعني ما اراد المصريون هو الذي تحقق وهو الذي انجز يبقى ما فاعل لكن دايما ابناء الطلاب عايزكم تعرفوا ان لما يكون عندي اسم مبني ما اقولش على طول فاعل غلط لان الاسم المبني لازم انا اقوم باعرابي اقولها كده اسم موصول مبني لو ما قلتش كده غلط في محل رفع فاعل طب قلت فاعل غلط لان المبني دايما لازم افاغم او لازم اكتب في الاعراب انه مبني طيب ثم وبدأت مصر تعود خد بالك بدأت من افعال الشروع والدليل على كده اللي هي من اخوات كده والدليل انها تعمل عملكانة ان الخبر جملة فعلية فالواتعود عشان كده مصر اسم بدأت مرفوع وعلامة رفع الضمة فنعمة رجالا عايزك تعرف اذا جيب بعد نعمة اسم نكر منصوب فنعمة رجالا نعمة صفة نعمة شعبا تبقى تميز هذا عن الاعراب ابناء الطلاب الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقة ولا تقولوا وداعا بل قولوا الى اللقاء ان لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء الى ان نلتقي سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة